تزامنا مع الذكرى العطرة لميلاد الصديقة الطاهرة عليها السلام نظمت العتبة العباسية المقدسة احتفالها السنوي بهذه المناسبة الميمونة وسط إجواء روحانية تعمها البجة والسرور وذلك في السحة الوسطية لمنطقة ما بين الحرمين الشريفين هذه الاحتفالية التي تأتي مصداقا لقول مولانا الإمام الصادق أحي أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا هذه السنة ارتأت الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة أن تقيمها في منطقة بين الحرمين الشريفين لمشاركة أكثر جمهور وأكثر محبين تم دعوة الأطراف والمواكب والشخصيات الرسمية وغير رسمية في مدينة كربلاء المقدسة وتخللت الاحتفالة فقرات من الشعر العمودي الفصيح والشعر الشعبي إذا ارتقل منصة مجموعة من الشعراء الذين ترنمت كلماتهم بحب السيدة الزارة عليه السلام إلى جانب فقرات للمشحات الإسلامية التي يلقاها عدد من المشهدين الذين صدحت حناجرهم بقصائد جسد هذه الذكرى المباركة وما بها من أثر على المجتمع العطفات المقدسة الحسينية والعباسية بصراحة تقوم بدور كبير جدا طبعا ليس فقط وهي تقوم بذلك في إدارة دفة الخدمات للزوار والتوعية الفكرية الكبيرة وكذلك الآلية الأحياء المناسبات الدينية سواء كانت الأحياء الاستشهاد والوفيات أو الولادات التي هي دائما تعطي دروس للمجتمع ودروس للأمة وآلية الاحتفاء والاحتفال والاستفادة كي تكون عبرها نتمنى دائما وأبدا نقول أن يثبتنا الله على خدمة محمد وعلي محمد وأن نكتب بشكل صحيح ونقع بشكل صحيح حتى تصل الرسالة التي أرادها محمد وعلي محمد إلى الناس وإلى المتابعين وإلى الأطراف الأخرى تصل بيسر وبسهولة وبالشكل التي يريدها هم لا نريدها نحن أحيت العتبة العباسية المطهرة هذا الاحتفال البهي بمولي سيدتنا ومولاتنا أم الصبطين فاطمة الزهراء عليها السلام وكان الحضور حافظ بالسادة والشيوخ والزوار ووجهاء كربلاء احتفالا بهذا المولد المبارك وحقيقة نشكر العتبة العباسية المطهرة على إقامة هذه الاحتفالات بمواليد أهل البيت إن أحياء مناسبات إهل البيت عليهم السلام واستذكارهم أمر دائبت عليه العتبة العباسية المقدسة تطبيقا لشعيرة عقائدية من خلال تنظيم فعاليات عديدة تطرح فيها سير أهل البيت عليهم السلام من أجل نشر فكرهم ومبادئهم التي تعد منارا للعالم أجمع لكونهم دارس تتعلم منها الأجيال عبر الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر